تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثاء على قناة سيرفيسبورد اللي لازم تشتركوا فيها الآن واليوم حلقتنا بما أننا قربنا من نهاية السنة نتكلم عن 5 صور بتميز عام 2020 العام اللي ربما ما كناش كثير ساعدين فيه قضيناها 3 ارباع السنة في بيوتنا العام اللي كان صعب فيه وتهددت كرت القدم إنها ما تتكمل لكن قدرت كرت القدم يتكمل فيه خمس صور واليوم ممكن أغش أحط صورة سادسة يعني من باب المشاعر خليل نحكي وفيه الصور الثانية حتختاروها كثير وزي ما بتعرفوا برنامج توب 5 برنامج ديمقراطي بحكي في وجهة نظري وبعدين بتحكوا وجهة نظركم وتختلفوا معي ولا بتتفكوا منكون دائما أصدقاء نبدأ بالخمس صور الصور الأولى هي عبارة عن ثلاث صور بوحدة صورة ثلاثية الثلاثيات اللي هي ثلاثية الأهلي بأفريقيا ثلاثية الهلال بآسيا ثلاثية بايرم يونيك في أوروبا بايرم يونيك اللي اكتسح دوري أبطال أوروبا اكتساحا وفاز بالدوري وفاز بالكهاز وحقق ثلاثية ثانية في تاريخه وأيضا عندنا بالهلال الهلال اللي انتظر كثير عشان يعمل ثلاثيته لأنه بطولة كأس الملك عنده تأخرت للموسم اللي بعده تقريبا وحقق ثلاثية آسيا لما فاز دور أبطال أسيا وانتقم من أوروبا الياباني وهزموا ذهابا وإيابا وحقق اللقب وعندنا الأهلي الأهلي اللي جاب الدور الخامس على التوالي اللي فاز بالكأس براك لا تترجيح على طلعين جيش وهزم غريمه التقليدي الزمالك في كلاسيكو أفريقي تاريخي في نهاية أبطال أفريقيا بصاروخية لا تنسى الثلاثة حققوا ثلاث ثلاثيات بسنة واحدة عشان يصير ثلاثية الثلاثيات أما الصورة الثانية فانتظرها جمهور لفربول تلاثين سنة وأصبحت قضية كروية عالمية إنه ليش لفربول مش عارف يجيب الدور الفريق اللي هيمن على إنجلترا سنوات طويلة ما عاد قادر يجيب اللقب جاء يورجن كلوب جاءوا اللاعبين معاه فان دايك سالا أحماني ولعبي تقريبا معظم الفريق كله اشتراه فعليا يورجن كلوب وقدروا بالنهاية بنتيجة ساحقة وفارق كبير يحسموا لقب الدوري وفي مباراة كانت شوي مثيرة رغبينها محسومة ما بينت شيلسي وليفربول ليفربول بفوزة خمسة ثلاثة عاد شيلسي وبصير شوية جدل حول اللقاء ما بيمنع في النهاية إنه ليفربول يعمل الصورة اللي استناها جمهوره ثلاثين سنة اللقب بيحمله قائد الفريق وبيقول ببساطة ليفربول أنها العقدة أما الصورة الثالثة بالنسبة إلي نطلع من كرة القدم فيها ومنروح على طول عربا إلى نادال اللي فاز بلورنغاروس للمرة 13 ورفع سجله في الجراند اسلام إلى 20 نادال خلص البطولة بطريقة ساحقة ما خسرش ولا مجموعة سحق المصنف الأول وخصمه التقليدي في سنوات الأخيرة نوفاك ديوكوفيش سحقت وحقق 20 جراند اسلام وهذا بيخليه هو وفيدر أفضل اثنين في تاريخ كل اللعبة بحيث عدد البطولات اللي جراند اسلام اللي فازوا فيها أما الصورة الرابعة اللي حيذكرها التاريخ كثير فهي ستيفني فرابورد الحكم الفرنسي اللي ظهرت في مباراة يوفينتوس وديناموكيان كان وجهها خير على يوفينتوس اللي فاز بثلاث أهداف نظيفة وأيضا قادة اللقاء بشكل كثير كويس وأشهد فيها كثير ناس إنها كانت حكمة متزنة امركزة عارف القوانين بتلعب بالتفاصيل بشكل ممتاز جدا حكمة بدأت تاريخ جديد في التحكيم حكم سيدات في دور أبطال أوروبا اللي تصنف بالنسبة لكثير ناس أعلى مستوكرة قدم في العالم يعني بدنا نتوقع خلال سنة سنتين ربما نشوف حكمة عم بتحكم إما نهائي كأس عالم أو نهائي دور أبطال أوروبا تغيير كبير قاعد بصير على اللعب من هاي الناحية خلينا نشوف لوين هيوصل وبصراحة احترت في الصورة الخامسة ما بين رونالدو وميسي بيلعبوا مع بعض مرة ثانية وبتواجهوا وما بين صورة أخرى مهمة جدا ورغم محبتنا كلنا الهائلة رونالدو وميسي لكن أنا قلت لهم شكرا إحنا منحبكم بس منحب شيء ثاني أهم منكم منحب كرة القدم اللي عرفتنا عليكم وعشان هيك صورة الخامسة مش صورة رونالدو وميسي مع بعض ولا صورة الكرة اللي بتضرب برأس لوكاكو ولا صورة ريبرويد جيمس بيجيب اللقب وصور كثير ثانية بدي أسمع منكم ولا الصور المتعلقة بجنازة مارادونا ولا باولو روسي في صورة خامسة أنا أعتقد هي أساس كانت فرحتنا في 20 كرة القدم صورة أول احتفال بعد كورونا كرة القدم تهددت كثير كوابيس صارت ينا ربما ذكرنا صورة ليبربول بنعرف جمهور ليبربول عاشت على أعصابها أشهر عشان تشوف الدوري عم بيرجع وتجيب اللقب الصورة هي لما رجعت كرة القدم رجعت في ألمانيا وكما قال توني كروس إن لم تفعلها ألمانيا فمن يفعلها وفعلتها ألمانيا ورجعت لنا كرة القدم ببروتوكول صحي قوي جدا وبواقعية مع ظروف هذا المرض والجائحة اللي إن شاء الله نخرص منه قريبا وبكارة البداية كرة القدم كل العالم التم عشان يحضر الدوري الألماني لأول مرة بارتفاع غريب وغير مشهود وغير متكرر أصلا ويعني بنسبة المشاهد للدوري الألماني بروسيا دورتموند بواجه شالكة في الديربي وبعد 29 دقيقة فقط من عودة كرة القدم هالند بسجل الهدف الأول وبعد ما سجلوا راح احتفل الاحتفال الشهير الاحتفال اللي عن بعد لأنه كانوا لسه الألماني يعتقدون لازم يحتفلوا اللعيب عن بعد طبعا بعد اللي التغت هذه القاعدة وصار اللعيب يحتفلوا بشكل تقليدي واحتفل هلم بتباعد اجتماعي حقيقي في تلك الاحتفال احتفال ما كان احتفال بهدف كان احتفال بعودة كرة القدم عشان هيك بختارها الصورة الخامسة معنا الآن دوركم حكوا لي بالتعليقات شو الصور اللي بدكم إياها كتوب فايد هذا الاسبوع وكمان اشتركوا بقناة سيفس بورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة